ازايك يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناة ايبوكسي وورلد فيديو النهاردة زي ما حضرتك اريد في العنوان بالزبط اننا هنعمل اباجورة من الرزن لكن الفيديو ده في معلومات مهمة جدا 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 بخلاف الاباجورة اللي احنا هنعملها او المكون اللي احنا هنعمله من مادة الرزن علشان كده بتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشوفوا الفيديو ده للنهاية علشان تعرفوا كل التفاصيل وكل المعلومات الممكنة من خلال الفيديو ده في البداية انا ببدأ اجيب ايبوكسي اللي هو يا جماعة ايبوكسي كاست ايبوكسي كاست يعني غير اللي هو 150 سري دي يعني ده حاجة وده حاجة علشان الناس ما تطلقوا بطش ده يا جماعة النسب بتاعته 3 الى 1 وكمان في حاجة مهمة هو شفاف جدا 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 زي الميا بالزبط لكن الريحة بتاعته فضيعة اوي يعني حضرتك المكون بتاعه فضيعة جدا 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 وانا ما بنصحش حد انه يشتغل بيه بخلاف كده كمان انه بينشف خلال 48 ساعة يعني مش 24 ساعة زي ايبوكسي 150 سري دي او اي نوع ريز ان انا اشتغلت بيه على القناة في البداية انا بوري لحضرتك النوع ده لان النوع ده موجود عندي بقاله سنة يعني بقاله سنة بالزبط موجود عندي علشان كده انا محتاج ان انا اشتغل بيه واوري لحضرتك لما هو فضل عندي سنة حصله ايه زي ما حضرتك شايف دلوقتي ان انا جبت الميزان الحساس وجبت الكوباية وببدأ ان انا اصب المادة بتاعتي طبعا المادة زي ما قلتلك شفافة جدا 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 وكمان مش هتلاقي فيها بابلز وانت بتقلب المادة بتاعتها طيب المشكلة فين بقى نيجي الاول لقطة معانا في فيديو النهاردة ان يا جماعة المصلب بتاع ايبوكسي كاست اسفر مني يعني مش عايب مني مش عايب من اي حاجة لكن المادة ذات نفسها المصلب بتاعها اسفر وده اللي هتشوفه دلوقتي وهيزهر معاك في الفيديو اذا كان في الاول او في الاخر وفي نهاية الفيديو حضرتك هتشوف الفرق الرهيب اللي حصل في المصلب وادى الى ان المادة بتاعتي بقى لونها اسفر مش لونها ابيض شفاف علشان برضو الناس تكون فهمة والناس تكون عارفة ان يا جماعة جميع انواع الرزن بتصفر مع الوقت بنسب مختلفة مش كل الانواع بتصفر مثلا بعد شهر بعد شهرين بعد سنة لكن انا في فيديو النهاردة بقول لحضرتك ان النوع ده اللي هو ايبوكسي كاست الرزن ده موجود عندي بقى له سنة والمصلب بتاعه اسفر فانا واجب علي ان انا انصحك واوجهك للمعلومة الصحيحة انا دلوقتي خدت 300 جرام من المادة ايه اللي هي مادة الرزن او مادة الايبوكسي تمام؟ بعد كده هبدأ ان انا اخد 100 جرام من مادة المصلب طيب المادة الاولى كانت شفافة المادة التانية كان لونها اصفر لانها فضلت عندي بقالها كتير ولما خلطتهم مع بعض زي ما واضح وظهر قدامك دلوقتي الكوباية مش لونها شفاف لا الكوباية لونها اصفر وديت المشكلة اللي ممكن تواجه الناس ومتعرفش حلها ايه الحل ان حضرتك تشكل وتلون مادة الرزن بتاعتك علشان اللون الاصفر ده ما يبنش طيب انا هعمل ايه هنا؟ انا هور يعني انا من الاخر مش هلون المادة بتاعتي انا هسيبها زي ما هي كده هسيبها زي ما هي ليه؟ لان انا اول حاجة عايز مادة شفافة مش عايز مادة ملونة طيب تاني حاجة مش عايز الونها باي الوان ليه؟ لان انا عايز اوري لحضرتك النتيجة النهائية للمصلب او القطع بتاعتي لما انا اشتغلت بيها بعد سنة يبقى كده انت مع حضرتك في فيديو النهاردة ايبوكسي كاست مادة حلوة جدا 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 مادة شفافة النسب بتاعتها 3 الى 1 تنفع للصب السميك وكمان بتنشف خلال 48 ساعة لكن زيها زي اي نوع من انواع الرزن مادة المصلب بتصفر مع الوقت طيب انا هنا بعمل ايه بقى؟ يعني علشان برضو الناس تكون فهمة انا عايز المادة بتاعتي تنشف بسرعة يعني انا عايز اسخن المادة بتاعتي طبعا اللي انا بعمله في الفيديو ده غلط تماما يعني لو حضرتك بتتفرج علي بلاش انك تقلدني في الهتة دي لان انا محتاج ان انا اعمل كده علشان الكوباية بتاعتي تنشف بسرعة خلال 24 ساعة او اقل من كده فانا بعملها زي تسخين يعني تسخين بسرعة جدا 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 وفعلا اللي انا حسبته لقيته بعد 24 ساعة بالزبط الكوباية بتاعتي نشفت تماما ويمكن قبل كده بكتير كمان يعني هي اصلا نشفت بعدها بست ساعات لكن نشفت ازاي وانا بقولك انها بتنشف خلال 48 ساعة نشفت لان الصب سميك يعني الكمية كبيرة في الكوباية وكمان انا عملت تقليب غلط ادى الى سرعة التفاعل ادى الى سرعة التسخين ادى الى سرعة ان المادة ذات نفسها تتصلب في وقت قليل بعد كده بعد 24 ساعة انا طلعت القطعة اللي باينة قدامك دلوقتي كل اللي انا بعمله ان انا بفك القطعة بتاعتي من الكوباية اللي هي الكوباية البلاستيك اللي انا صبيت فيها اساسا ونتيجة التسخين يعني انا هوري لحضرتك حاجة نتيجة التسخين ونتيجة التقليب غلط والكلام ده كله حصل زي تفاعل تفاعل اللي هو تفاعل كيميائي ادى الى ان الكوباية بتاعتي ما بقتش مستوية دائري لأ بقى فيها مثلا انحناءات من فوق فيه تعريجات من الجناب فيه اشكال مختلفة في الكوباية وده اللي هتشوفه معايا دلوقتي لما القطعة بفكها من الكوباية بتاعتها بتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان نوصل الفيديو ده الاكبر عدد ممكن من الفنانين علشان يا جماعة احنا محتاجين كل المعلومات اللي بتتقال في اي فيديو بينزل على القناة واللي ظهر واضح قدامك دلوقتي اللي هو موقع ابوكسي وورلد اللي موجود في الفيديو ابوكسي داش وورلد دوت كوم ده يا جماعة الموقع الرسمي على جوجل لقناة ابوكسي وورلد زي ما ظهر قدام حضرتك دلوقتي يعني الكوباية هنقول بقى كوباية الكوباية فيها انحناءات فيها اعوجاج فيها حاجات غريبة نتيجة التفاعل والتسخين الخطئ او التقليب الخطأ ده نتيجة الصب السميج برضو نيجي للمرحلة اللي بعد كده والمرحلة اللي بعد كده المفروض ان انا عايز اعمل اباجورة طيب الاباجورة دي هعملها ازاي انا جبت الميني كرافت اللي انا ظهرته معايا في فيديوهات كتيرة قبل كده وبحاول بقدر من الامكان ان انا اخرم فتحة من الكوباية من تحت بخالد فتحة خلق اظارة المترجم للقناة 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 المترجم للقناة